سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة مبادرات التنمية حول المساعدات الإنسانية العالمية الذي أكدت فيه زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية عالمياً كل العام الماضي 2022 بصورة أكبر من أي وقت مضى وضيفة أن العام الماضي شهد بالفعل استجابة استثنائية دولية من المانحين نتيجة لزيادة عدد الأشخاص المحتاجين وأشار التقرير إلى أن وجود عدد متزايد ومتفاقم من الأزمات المعقدة طويلة الأمد الأمد يضغط بشكل كبير على النظام الإنساني الدولي للاستجابة وتقديم المساعدات الإنسانية من بين هذه الأزمات الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم الصراع في أسودان وتغير المناخ والزلازل المدمرة في تركيا وسوريا وغيرها ترجمة نانسي قنقر